السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل لينما كنتم نحن في اليوم الخامس عشر الجمعة المباركة الجمعة العظيمة جمعة الكرامة جمعة الشهداء جمعة محمد العربي بن مهيدي وخروج بملايين الملايين الآن من الجزائرين في الشوارع الملايين من الحناجر تسرخ أن قد حان رحيل العصابات التي ربما بكل تأكيد هي أكبر مظاهرة تشهدها الجزائر في تاريخها على الإطلاق وقد تحسب كواحدة من أكبر المظاهرات في العالم في السنين الأخيرة ليس هناك أدنى مبالغة من ذلك لا يقل عدد الذين خرجوا حسب الاتصالات الآن وحسب تقديراتي عن خمسة عشر مليون في البلاد هذا إذا لم يكونوا أكثر من ذلك هذه مظاهرات عارمة هذه احتجاجات عارمة هذا غضب عارب هذا صوت يسرخ حان للجزائر أن تتحرر حان للشعب الجزائر أن يقرر مصيره وحان للعصابات أن ترحل كل العصابات أعجبتني صور كثيرة رفعها الناس وقد وضعوا رؤوس العصابات داخل مزابل حشاكم إخواني في كل مكان هذا يوم العظيم صحيح أن العصابة ما زال لديها ذوباب الإلكتروني وهم بالآلاف يشتغلون الآن بالآلاف وصدقوني لولا أني أخشى على إخواني الذين يراصلونني وبعثلوا لي بالصور لوضعت صور ذوباب الإلكتروني صور ذوباب الإلكتروني في عدة أماكن حتى أن بعض الشرطة الذين لم يخرجوا مخدمون في ذوباب الإلكتروني لأنهم فهموا أن الشارع قد خرج من أيديهم وأنهم ربما من خلال الأنترنت قد يصلون لشيء لن تصلوا لشيء أنصح ترطاق أنصح قايد صالح أنصح الجميع استمعوا الشعب الآن إذا لم تستمعوا الشعب الآن ستندمون وتندمون إلى الأبد أخشى ما أخشاه أن يضعكم الناس في الساحات العامة وعدمونكم لا أريد ذلك صراحة وأدعو إخواني أنه إذا استمرت هذه الأمور وإذا كان هناك لقدر له أي شيء فحافظوا على الناس حتى هؤلاء المجرمين حافظوا عليهم حتى هؤلاء المجرمين حافظوا عليه أنا أعرف أن الغضب يتزايد ويعتعظم ويكبر ولكن الحمد لله الحمد لله الشعب واعي وهناك سلمية هائلة وهناك حضارية هائلة في المسيرات ونحن على أبواب نصر عظيم نحن على أبواب نصر محقق نحن على أبواب نصر مؤذر بإذن الله المهم والمهم جدا أن تبقى هذه الأخوة وهذا التعاون وهذا بين كل الجزائريين بلا استثناء وبلا تفرقة مهما فعل الذباب الإلكتروني الذباب الإلكتروني ينشرونها باسم القبائل ينشرونها باسم العربي وهذا يحاول يهب هذا وحاول يلفتوا الناس إلى خلافات وخصومات أخرى نحن لن ننجر الجزائريين لن ينجروا إليه خصومات عرقية أو غير عرقية نحن شعب واحد وتداخلت أعراقنا مهما قال وإذا كان هناك إخواننا البسطة الذين لا يفهمون ذلك عليهم أن يفهموا أنه حينما تتحرر الجزائر فإن كل واحد يأخذ حقه كل إنسان يأخذ حقه كل طرف يأخذ حقه في الحالة هذه نكون بهدوء وبحكمة ونتعاون بكل شيء الحمد لله الحمد لله الأغلبية العظمى من الجزائرين تعرف ذلك وإن كان بعض البساطاء مساكين قد لا يفهمون ذلك المهم كل المهم في هذا الأجواء الإيجابية في هذه الأجواء الأجواء الانتفاضة المباركة في هذه الأجواء نحافظ على المباني نحافظ على الناس قبل ذلك نحافظ على كل شيء في الجزائر لا نريد قط أن تمسوا حاجة لا نريد أرنب أن تمسوا حاجة لا نريد حيوان أن تمسوا حاجة نريد للجميع لكل إخواننا لكل أهلنا لكل أن نكون في قدر المستوى أنتم نضم إخواننا الشرطة في سقهراس للمتظاهرين نضم قضاء أحرار المتظاهرين الآن بعض لدي بي تتاع الأفلان ينضمون المتظاهرين خلوهم ينضموا خلوهم ينضموا إخواني رأوا مش مشكلة المهم يتتفكك العصابة لأن كلما سقط منها أحجار وأعجبني الناس بطرد الغديري نعم كان يجب أن يطرد الغديري كانوا الناس يسألوني في كثم الحين قلوهم ما زال الوقت ما زال خلوهم ما بعد ما بعد رأيه يعني نحن لن ندخل لأنه إذا ندخل في معارك جانبية كانوا الناس يسألوني قلوهم ما دمره يقول نحن يغراح ضد النظام خلوه ضد النظام لكن نحن كنا نعرف وواضح يعني لا جدالة في ذلك ولعل أشرت لذلك مرة أو اثنين بطريق غير مباشر أو بهدوء يعني أنهم كانوا يحذرونها ليكون للعصابة الأخرى عصابة التوفيق المختفية في الخلف ولكن اليوم الناس أنهوه قالوا له ديجاج ديجاج وبكل آدب الحمد لله اللي مضربوهش لأن هذا ممتاز أن الإخواننا دايما يتحافظوا على على عصابهم وأن بالكلمات فقط بالكلمات يجيكم أي واحد من هذا المجرمين يلا ارحل ديجاج لا نريدك لا نريد هؤلاء المجرمين المهم الآن في هذه اللحظات العالم شميعا يشاهد وأنا سعيد وفخر جدا بالرغم أنه ليس لي وقت ليشاهد لا القنوات ولا أي شيء آخر إلا أني أعيش مع الجزائرين في الداخل وكأني هناك لأنني أتابع أكثر ما يحدث وتصني الفيديوهات ويصني عن طريق الفيسبوك لكن تأكدوا إخواني أن كل المستضعفين في الأرض يفرحون بكم وأن العالم كله مبهور بهذه السلمية وبهذه المواقف وبهذه الأرض مهما كانت صحيح حدثت في بعض الأماكن بعض بعض الاحتكاكات وبعض البلطجية لكن على العموم وعلى الإجماع الحمد لله الأمور تسير وتسير بشكل هائل وبشكل رائع هذا ما يجب كان يكون هذه مظاهرة الكرامة هذا يوم من أعظم أيام البلاد على مر التاريخ إخواني أينما كنتم بهذا الطريق وبهذا النفس سنمضي سنمضي لبناء جزائر قوية جزائر راشدة شعب عظيم مجتمع راشد سنمضي لنجعل من هذه البلاد بإذن الله كل الأحرار سيجعلون منها جنة على الأرض بعد سنوات سيهاجر الآخرين عندنا ولس نحن الذين نهروا من بلادنا بعد سنوات عيدكم أن يكون الأوربيين يطرقون أبوابنا لكي يأتوا للجزائر بإذن الله ولا تظنوا أن في هذا مبالغ فاليوم كثير من الأوربيين يشتغلون في تركيا بينما قبل عشرين سنة كانت تركيا لا تساوي شيء واليوم كثير من الأوربيين يشتغلون في مغليزيا وقبل عشرين وخمس ثلاثين سنة لم تكن تساوي شيء واليوم كثير من الأوربيين والأمريكيين يشتغلون في الغفورة وقبل خمسين سنة كانت أبشع مما هي الجزائر اليوم هذه على أمثلة بسيطة إخواني هذا النفس هذا الوضع هذا الواعي يجب أن يستمر يجب أن يستمر احذروا ممن يجلبكم إلى الهوامش إلى صراعات خلفية إلى أي شيء احذروا نحن شعب واحد كلنا إخوة لا أحد يزد عن أحد بشيء لا أحد يزد عن أحد بشيء وحب الوطن يحمله الجميع جميع الأحرسة يحملونه نحن نعرف أن هناك خوانة وهناك قديرون وهناك متنطعون وهناك متشددون وهناك عنصريون في كل المجتمعات يوجد ذلك لكن هذه أقلية وقلية شديدة في كل مكان ومن كل الأطراف لكن الأغلبية الغالبة شاوي مزابي عربي قبيلي تارقي كلنا واحد كلنا واحد شعب واحد ولن يفرقوننا أبدا بإذن الله نحن اليوم مرة أخرى الجيش جيشنا والشرطة والدرك إخوتنا والسلمية ثم السلمية وامضوا على بركة الله سأكون معكم في كل حين وكل وقت أردت فقط أن أدخل معكم على السريع لكي أتشارك معكم هذه الفرحة العظمى أحيكم الأخواني أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته